بيع العملات من شخص لشخص مش أسرع طريقة في بايننس لكن بتبيع عملتك بسعر أغلى من السوق وعشان كذا هي طريقة المفضلة فخلينا نبدأ بالخطوات أول شي نحول واجهة بايننس من لايت إلى متقدم علشان تبين عندنا كل الخيارات أول خطوة تحتاج تسويها أنك تحول جميع أموالك إلى عملة واحدة ويفضل تكون عملة USDT لأن عملة ثابتة كثير من الأشخاص يطلبوها فراح تبيعها بسهولة وبسعر مرتفع فعلشان تحول عملاتك نختار الوالت أو المحفظة وبعدها سبوت أو فوري أنا عندي عملات صغيرة كثيرة فبحولها الدفعة واحدة من خلال هذا الخيار أحدد الكل وبعدها أبيعها إذا ما كان عندك عملات صغيرة ما يحتاج تسوي هذا الخطوة بعدها نزير على صفحة التداول في الواجهة الرئيسية ونختار تحويل العملة هنا نختار العملة اللي نريد نحولها فأنا بختارها الربل وبعدها أختار إلى أي عملة راح نحولها واللي هي USDT مثل ما اتفقنا من البداية وأحدد لحد الأقصى علشان نبيع كل فلوس نضغط على معاينة بعدها تحويل العملة وبكذا تمت العملية بكرر نفس الخطوة علشان نبيع كل العملات اللي عندي وما يبقى إلا USDT علشان نبيع كل أموالي في Binance بعدها راح نحتاج نحول الأموال كلها من محفظة فوري إلى محفظة تمويل علشان نقدر نبيعها نفتح المحفظة مرة ثانية ونختار فوري بتلاحظ ما عندي إلا USDT يعني حولنا كل الأموال لهذا العملة فبعدها نضغط على تحويل ونختار محفظة فورية إلى تمويل بعدها نختار العملة اللي حابين ننقلها واللي هي USDT ونضغط تأكيد التحويل وخلصنا سوالا في التحويل باقي الخطوة الأخيرة واللي هي البيع نضغط على تداول في الواجهة الرئيسية واختار الشخص لشخص أول خطوة وانتبه لا تغلط فيها حدد العملة المحلية اللي حاب تستلم فيها الأموال أنا من عمان فبختار الريال العماني بعدها أختار بيع اتأكدوا بيع بتطلع لكم قائمة الأشخاص اللي ناويين يشتروا عملتكم لاحظوا أن الأغلب يطلب USDT وهذا السعر الحالي مثل ما تشوفوا أفضل من سعر السوق بكثير وهذا تقييمهم هنا لازم يكون تقييمهم زين عشان ما تنزعج بالتأخيرات وهنا الكمية اللي هم يطلبوها اختار أفضل سعر وأفضل بائع واضغط بيع حدد هنا الكمية وهنا اختار طريقة استلام الأموال فعمال أفضل طريقة هو التحويل مباشر إلى حساب بنكي فعبيت تفاصيل حسابي البنكي علشان يتم تحويل الأموال عليه مباشرة بعدها اضغط بيع الـ USDT خبرت البائع بعد ما خلصنا في الشات الخاص في بايننز أنه أنا مفعل رقم الهاتف بكذا راح يتم التحويل بشكل أسرع هذا الخطوة اختيارية ما تحتاجها لكن أنا سويتها علشان أسرع عملية التحويل فخلال عشر دقائق إلى ثلاث ساعات راح يوصلني ميسيج من بنكي المحلي يقولي أنك استلمت أموال من هذا الشخص اللي راح يشتري العملة من عندي لكن تأكد أهم شيء أنك بعد ما تسلم الأموال ترجع لمنصة بايننز وتأكد أنه تم استلام الأموال علشان ينقلوهم من محفظك إلى البائع وما تصير مشاكل أتمنى أني أفدتكم في هذا الفيديو شكرا على دعمكم أشوفكم الحلقة القادمة اشتركوا في القناة